هو فعلاً السوء السوداء لدولار رجعت من تاني وسعر العملة الأمريكية سجل 63 جنيه ليه الأخبار دي طلعت دلوقتي تحديداً وإزاي البنك المركزي النجح في معركة سعر الصرف وإيه التوقعات اللي جاية عن مستقبل الجنيه في الساعات اللي فاتت نشرت منصات وهمية على الإنترنت أسعار جديدة لدولار مقابل الجنيه وزعدت المنصات دي أن السعر الدولار في سوء السوداء وصل ل 63 جنيه 35 قرش مقابل الدولار بفارق يزيد عن 17 جنيه عن السعر الرسمي في البنوك وشركات الصرافة طبعاً المنصات المجبوهة دي استغلت أن البنوك وشركات الصرافة كانت في أجازة العيد وبدأت تبث أخبار عن سوء الصرف في مصر وضربة أرقام من عندها ودعت عودة سوء السوداء من جديد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصات الفيسبوك وأكس أنباء عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وكمان أسعار باقي العملات العربية والأجنبية رغم أن السوء الموازية مشلولة من بعد قرار سعر الصرف وتقدر تقول كمان أنها ماتت وكل اللي بيحصل عبر صفحات الفيسبوك مجرد محاولات يأسة من المضربين وتجار العملة لأحياء السوء السوداء استغلوا فترة أجازات البنوك لأن زي ما قلنا لحضراتكم كتير قبل كده خلاص السوء السوداء انتهت وده مع إعلان تحرير سعر الصرف خاصة أن البنك المركزي المصري يتبع آليات السوء الحر وبيتحرك الدولار وفقا للعرض والطلب ما بين البنوك والمتعاملين سعر الدولار مقابل الجنيه مستقر عنده مستوى أقل من 48 جنيه مع تدفقات الدولارية الضخمة اللي عززت من احتياط النقد الأجنبي في البنك المركزي مع تدبير العملات للمستوردين وربدا على الإشعاعات دي في تقرير أخير لي أكد بنك جولد مان ساكس أن البنك المركزي والبنوك الحكومية لم تتدخل في سوء الصرف الأجنبي وأن النظام الحالي لسعر الصرف معوم بشكل حقيقي وأوضح البنك أن العرض والطلب استقروا عنده مستوى التوازن وده اللي مخلي فيه استقرار في سعر الدولار جولد مان ساكس أكد كمان أن تحسن التدفقات لسوء الصرف من عوائد الصفقة رأس الحكمة الاستثمارية وتحويلات العاملين في الخارج وتحويل الدولار للعمل المحلية خففت قيود العرض في السوق لحد كبير وقال أن ده خلى مفيش حاجة لتدخل لدعم الجنيه أنا أشركة أشرف وإلى اللقاء